وصلنا هيك فقرة شوي خاصة ومميزة يا ليلى تماما يا رشا رح نحكي عن الأدب الصوفي هو الأدب اللي أنتجه الزهد والصوفية بمختلف اتجاهاته وبيتكون الأدب الصوفي من أعماله بلغات مختلفة بتعبر عن أفكار الصوفية لنحكي اليوم أكتر عن هذا الموضوع بيصرنا الرحب بالصحفية والأديبة والشاعر نوار الشاطر يسعد صباحك يسعد صباحكم يا هلا فيكم وكل عام وأنتو بخير بمناسبة حلول الرمضان كريم علينا وعليكم وعليك يا رب وعلى كل عائلتك أهلا وسهلا بحضرتك أستاذي نوار اليوم عم نحكي عن أدب جدا قريب للروح خلينا نقول هو منبع الروح أحساس عم يحاكي النفس البشرية ولكن بداية خلينا نعمل هيك تفرقة ما بين التصوف والشعر الصوفي بداية التصوف هو مصطلح واسع في إله تعريفات متعددة من ناحية إذا بدي أحكي أنا بشكل مختصر هو ظاهرة دينية تمثل أو تجسد الوصول إلى الله عز وجل عن طريق العبادة والتجربة الشخصية أما من حيث اللغة فبيقول ابن خلدون بمقدمته أنه لفظة الصوف اشتقت من كلمة الصوف المتصوف من كلمة الصوف وطبعا كانوا الزهاد أو المتصوفين بيلبسوا الصوف رمزا للزهد وأنه هنا نبعاد عن الدنيا في كلمات تانية أو تعريفات تانية بتقول أنه هو اشتق من كلمة الصف يعني دائما المتصوفين قلوبا حاضرة في الصف الأول مع الله عز وجل وفي قول تانية بيقول أنه من أهل الصفة يعني بيحملوا الصفات الحميدة والأخلاق العالية طبعا يلي هنن بيدعوا لإله وفي تعريف أو بؤرخين بيقولوا أنهن هنن بيعودوا لأهل الصفة وهنن فئة كانت موجودة بزمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في إلهم مكان مخصص في الحرم النبوي كان حضرة النبي صدق عليه وكانوا زاهدين وفقراء وهنن عرفوا بالمتصوفين الأوائل أما الأدب الصوفي فهو نوع من أنواع الأدب بيحملوا القيم والأخلاق والمساليات والعليا يلي حكى عنا المتصوفين وبينظم وبيشمنوا النظم والنسر والشعر والأخلاق والتاريخ والفلسفة نشأ بالعصور الوسطى وبيرصد مراحل متعددة لفكرة التصوف يعني نحن فينا نقسم الأدب الصوفي لعدة مراحل المرحلة الأولى تمثلت بالشعر اللي بيحكي عن الزهد وكانت من أبرز أعلامه السيدة رابعة العدوية المرحلة الثانية هون بلش الأدب الصوفي يدخل لإله أو يتأثر بموضوع علم الكلام والفلسفة وكان من أبرز أعلامه الحلاشي اللي كان هو شهيد الحب الإلهي بالإضافة ظهرت كلمة أو مصطلح الطريقة والطريقة هي مجموعة قواعد سلوكية بيأخذ المريد عن شيخه وهي الطريقة للوصول إلى الله عز وجل المرحلة الثالثة كانت النزعة الفلسفية واضحة جدا كان أبرز أعلامه هو ابن عربي اللي طلع بفكرة وحدة الوجود الإنسان الكامل الحقيقة المحمدية المرحلة الرابعة هي امتداد للمرحلة الثالثة المرحلة الخامسة ممتدة لوقتنا الحالي وأبرز أعلامه عبدالغني النابلسي تمام يعني نحن نعرف هو الأدب الصوفي هو تجربة روحية بيعيش الكاتب بوجدانه بمشاعره بيترجمة بكتبه بقصاده خلينا نحكي عن أهمية هذا الأدب أهمية هذا الأدب أنه هو يعد ركيز من ركائز الأدب العربي والأدب الفارسي وأيضا هو جزء هام من التراث الإسلامي فيه اهتمام غربي كتير كبير بالتراث الإسلامي الصوفي منلاحظ كتير أنه كتب ابن عربي الحلاج أشعاره ترجمت إلى لغات أخرى وبنفس الوقت صار في عليها مسلسلات وأفلام وروايات فهو أدب جذاب وعطى صورة مشرقة للإسلام وكمان كونه هو بمير للروحانيات والقيم العليا فالناس دائما بتبحث عن المدينة الفاضلة يلي حكي عنها أفلاطون فالمدينة الفاضلة أو الإنسان الكامل هاي الأفكار موجودة عند المتصوفين وجذبة الغرب وفي نقطة كنت عابة أحكي عنها كمان أنه كلمة صوفيا أو التصوف أحيانا بيقولوا أنه هي مشتقة من كلمة صوفيا يلي بتحكي باليوناني الحكمة الإلهية فبعض المستشرقين بينسبوا التصوف لإيلون شرأك هيكي نروح شوي لديوانك اليوم هاد الديوان هو من تأليف حضرتك وإله هيكي كزا سنة نقرأ الشي اليوم خلينا نعرف الناس أكتر بقراءة أشعر السوفي أو الأدب السوفي تفضلي أنا عندي كتاب اختار الشيء أنت هيكي تفضلي في قصائد بتحكي عن الحب والشوق والحب الإلهي لا نحن نقرأ كزا قصيدة فاليوم خياراتك انتحي لإليك القصيدة بعنوان مسني الشوق تفضلي ارحم قلبا بنار جوى طلزة كلما زاد قربا تعشق هواك ومضى به البكاء حد العمى فمن رآك لا يبصر إلاك ومن طلبك يفنى عن سواك صن بحبل ودك واسقل نبض مسكن الروح تتقفى أثرك في كل درب وطريق يا من على الصراط دلني عليك إليك قد مسني الشوق قد مسني الشوق وأنت سيد الواصلين اليوم شو بيميز الشعر الصوفي يعني كنوع من أنواع الأدب يعني هل يوم في شي بيميزه عن الشعر التقليدي اللي نحن بنعرفه؟ الشعر الصوفي يتميز بأسلوب وفيه إله أسلوب بيعتمد على التناصل مع القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية أو الكتب المقدسة فمنلاحظ وجود الكتاب المقدس بالشعر الصوفي كمصطلحات ومفردات بالإضافة أن المتصوشون في عندهم مصطلحات خاصة بيستخدمونها بين بعضهم مثل الرموز مثل الشطح؟ حكي ليلة اللاقيون كتير بيتغنوا بالقصائد ليلة والليلة ليست إمرأة يعني بالشعر الصوفي إنما هي عروس الحضرة وهي عروس الحضرة هي الروح بأسمى معانيها وما بيشوفوا غير الناس يلي وصلوا لمقام المشاهدة أو العارفين الكبار بالله فبيتغنوا بليلة ومشوف كمان أنه في عندهم خيال واسع في عندهم مفاهيم وأفكار فلسفية مختلفة عن الشعر فنحنا منقول أنه هن عندهم أسلوب معين وفي عندهم مواضيع معينة وفي عندهم طريقة خاصة بصياغة الشعر تبعون ولقيصال الأفكار للناس بطريقة حلوة كمان مو بس في شعر في عنا نصر صوفي في عنا في عنا روايات في عنا يعني التصوف بشكل عام هو فكرة فلسفية شملة أشياء كثيرة بو بس الأدب إنما الغناء منلاقي غناء صوفي منلاقي أيضا الرقص صوفي فما نلاحظ أنه هذا الانعكاس هو انعكاس لفكرة فلسفية أو الإديولوجية عامة بكل أنواع الفنون والآدم اليوم وقت بدنا نقول التصوف يعني التصوف هل هو بفعل بحكر فقط على الرجال أم النساء اليوم بيستطيعون أن يكونوا صوفيات طبعا الصوفيات في إلهم حضور قوي في عنام التصوف وأول صوفية عرفت هي السيدة الرابعة العدوية فكانت أول شاعرة صوفية قالت بمعنى الحب الإلهي أو حكت بالحب الإلهي وكل الشعراء من بعد أخذوا لفظة الحب ودخلوا لأشعارهم وقصائدهم واشتهرت هي بموضوع الحب الإلهي فقاله أحبك حبيني حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فأما حب الهوى فإنشغالي بذكرك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجبة حتى أراك أيضا في عنا من الأعلام المعروفين السيدة فاطمة النيسة بورية وهي معلمة الظنون المصري هو من أبرز أعلام التصوف في الإسلام وبالعالم العربي كما في سيدة فاطمة بنت مسنة القرطب هي المعلمة الروحية لابن عربي ابن عربي التقاها بإشبيليا كان عمره بحدود العشرين سنة وأقام عدة سنوات وأخذ عنها وكتب عنها بمذكرات وهيك نحن عرفناها وفيه متصوفة غربية كتير حابة أحكي عنها تفضلي أنا ماري شيميل هي متصوفة مستشرقة ألمانية ولدت في عائلة مسيحية من طائفة البروتستانت كان كتير بجزبها موضوع التصوف والروحانيات والشرق بشكل خاص فتعلمت اللغة العربية ودرست الدين الإسلامي وبلشت تعمل أبحاث عن التصوف فكانت هي أول إمرأة ألمانية ألقت محاضرة عن الحب الإلهي في التصوف الإسلامي بجامعة بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكمان هي كانت مدرسة بجامعة هارفرد وجامعات ثانية قدمت من خلال مسيرتها الكبيرة صورة المشرقة للإسلام الصورة المشرقة للعرب هي كمان ترجم بتأشعار نزار قباني أدونيس نازك الملائكة بدر الدين السياب فمنلاحظ أنه في عندها روح حلوة وجسدتنا أنه تتصوف ما هو حكرا على النساء ولا حكرا على دين معين إنما هو مذهب فكري ممكن أي حدا يعتقه إذا هو يحبه ولأ في إنجيزاب لإله هون ذكرت نقطة في ناس ممكن يعتقدوا أنه نحن اليوم عم نحكي عن فلسفة دينية أو عم نحكي عن ناحية دينية ولكن اليوم نحن عم نحكي عن أداب متعدد المعاني خلينا نتوسع بمعاني أكتر يعني بعيدا عن الدين كنوان نحن نميز بين الفكرة الدينية والأدبية هل هو نحن عمنا إسلاميا وعربيا ارتبط التصوف بالدين بشكل عام يعني العقيدة الأساسية للمتصوفين قائمة على فكرة دينية لكن إذا بنرجع للجزور منلاحظ أنه أغلب المتصوفين بيتبنوا عقائد فلسفية نشأت أو ظهرت بقبل حتى ظهرت بديانات أخرى في عنا نحن التصوف المسيحي التصوف اليهودي التصوف الإسلامي وفي عنا كمان تصوف بمزاهب غير دينية أو بطوائف غير دينية فمنلاحظ أنه هاي الأفكار عجبت نفس كتير وضموها للدين هو ارتبط التصوف بالدين كفكرة فلسفية والناس دخلت بصراع بين المقبول بين القبل أنك تقبل هذا الشيء أو ترفضه فمنلاحظ أنه بعض الناس يعني رفضت الأدب الصوفي جملة وتفصيلها لأعتقاد التام أنه هو متعلق بالدين وأنه هو خروج عن الشريعة بينما بعض الناس والآخرين حبوا الأدب الصوفي لأنه بيحمل هاي السمة الوجدانية والروحانية والارتقاء الفكري وتبنه طبعا التصوف مو فقط ظهر في الأدب نحن فيه كمان الفن التشكيلي تأثر بالتصوف فنحن عنا بالإسلام الخط العربي الزخارف الإسلامية كانت هي امتداد للنزعة الصوفية الفكرية الموجودة في الدين الإسلامي حتى الفن التجريدي كمان تأثر بالتصوف فهي الأشكال أو ما وراء الطبيعة كمان إلى علاقة بالروحانيات والغرابية اللي بيحب الفنانين يرسهمها فمنلاحظ أنه هو يعني فكرة حياتية شاملة لكل شيء اقرأينا كمان شوي من خواطر كستوفي نحن نقرأ يعنوان كيف كانت أصداء هذا الكتاب رح نحكي عنا بعد ما نسمع شيء من حضرتك القصيدة بعنوان ونفخة في الروح ميقات الشوق معراجي نايات الأنيني أنفاسي القلب يهطن مدرارا يا زارع النور في حوض الحلم أنبتني نوارة روح كلما تجدد السؤال في أضلع الفراق كلما جاء الحنين من أقصى الخفقات كلما هاجرت إليك روح الشاردة اليوم بعد ما أصدرت هذا الكتاب ونزل للأسواق كيف كانت أصداء الناس تفاعل مع هذا النوع الخاص من الأدب؟ هذا النوع الخاص إلى رواد خاصين طبعا يعني فقط يلي بحب الأدب الصوفي يلي بحب الأدب الصوفي بيميله إله يلي ما بحب الأدب الصوفي ما بيميله إله فكان ردود متفاوتة في منهم حبه في منهم ما حبه في منهم لأنه في فكرة روحية عم تتوصل من خلال الكلمات فأجتني مثل ما بيقولوا آراء نقضية منوعة أغلب الآراء كانت حلوة وإيجابية لأنه كمان الكتاب بفكرته أنه هو أنا أحاب أحكي عن الحب الإلهي وعرف الناس أنه نحن نتعرف على الله من خلال الحب ومن خلال المحبة والسلام حتى تكون هذه ثقافتنا نحن بالحياة وتنعكس هذه الثقافة على كل شي حولينا بعلاقاتنا مع الآخرين مع عائلتنا مع مجتمعنا فالحب الإلهي هو ملاز للإنسان حتى يصلح علاقته مع ربه وعادي تصلح علاقته مع الآخرين رحينا أكتر عن خصائص الشعر الصوفي هل إلو خصائص معينة؟ طبعا الشعر الصوفي بيتميز بخصائص متعددة أولا من حيث الأسلوب حكينا أنه هنا نبيعتمده كثيرا على موضوع التناص أيضا الأغراض الشعرية المتنوعة في عندهم المدح في عندهم الغزل في عندهم الرساء في عندهم الوصف وكانوا وصفين رائعين جدا يعني في عندهم غزارة بالمعاني غزارة بالصور البيانية أيضا كمان في عندهم سما خاصة فيهم أنه هن الشعر لما بتقرأيه بتحسي أنه هو عم يدخل لقلبك فعلا يعني الكاتب هذا الشعر هو حاش عاش حالة ودانية عالية وعم يوصلها للقارئ من خلال هذا الكلمة فإلا ما إذا كان الإنسان عنده شفافية روحانية فرح يتأثر بالشعر الصوفي لدرجة كتير كبيرة واتبقتون نقول رواد الشعر الصوفي نحن اليوم عم نحكي كمان عن ذويقة أو ناس عندها كمان روحانيات خاصة فيها يعني ممكن حدا اليوم بيسمع هذا الشعر ممكن يوصلوا بالشكل الصح في ناس ما ممكن تقبلوا واتبقتون نقول الشعر الصوفي ما فينا ما نستذكر جلال الدين الرومي يعني شمس التبريزي وغيرهم شو أهم منهم أهم الشعراء الصوفيين أبرز الشعراء الصوفيين في عنا نحن إذا بدأت يحكي عن الأعلام الأعلام محي الدين أبن عربي هو أبرز أعلام التصوف المعروف بالكبريت الأحمر شيخ الطريقة الأكبرية كان مميزته أنه صار شخصية عالمية فمنلاقي الغرب كتير بيحكي عن أبن عربي بيحتم بدراسات أبحاثه أكتر من العرب حتى لأنه شكل حالة فلسفية وجدانية خاصة هو أول شخص طرح فكرة الوجود الحقيقة المحمدية الإنسان الكامل بطريقة ما حدا طرحه فيها من قبل وكمان في عنا من الشعراء أبن فارد أشعاره كتير حلوة تغنى وتنشد كان هو سلطان العاشقين في عنا الحلاج يلي قتل ظلما نتيجة تبني لمعتقد خاص فكان هو من أعلام أشهر المتصوفين يلي كمان الغرب ترجم أشعاره وتبنى قضيته كقضية مؤسرة إنسانية وكتب عنا وعمل عنا أفلام ونكتب عنا بشكل كتير كبير فنحن وحاليا فيه كتير شعراء يعني لكن مو بقوة الشعراء يلي كانوا بالفترات الماضية مدعاريس خلينا نقول ناخد شي كمان نسمع شي من حضرتك نحن نسمع خاطرة شو قرب اليوم تحسينه دائما حتى الشاعر بيكون فيه شي قريب لإله يعني بكل كتابة أو المجموعة اللي عملها بيقولك أنا كان فيها حالي خاصة يعني تستهويني أكتر من غيرها طبعا هلا هي الكتابة حالة وجدانية بالدرجة الأولى فأنت لما بتكوني عايشة بحال والحال عند المتصوشون يعني ما يحلوا في القلب يعني بتكوني هيك عايشة لحظة خشوع لحظة جلال فبتتجلى جواتك وأنا كشخصية أدبية نعكس علي هذا الشي من خلال الكتابات كل قصيدة كتبت أو نص كتبت فيه إلو قصة يعني أكيد فيه إلو حالة معينة أنا عشت حتى ترجمت معي وطلعت معي بهذه الطريقة هل رح أرى ناص أو خاطرة بعنوان رسالة إلى يا الله أنا لا أكتب إليك كثيرا فأنا أدرك أنك تعرفني أكثر مني وأنت أقرب مني إلي وأنت المحيط بي تسمع أنين دموعي وتفسر الخراب الذي في داخلي وتحتويني رغم تقصيري بكل ود مولاي سامحني لأنني هشة جدا لم أستطع أن أكبح أهواء نفسي استسلمت لها ومشيت في دروبها العرجاء إلى أن تشتتت ذاتي فلم أعد أعرفني أصبحت غريبة حتى عني لم أكف عن محاربة أقداري تلك التي حاولت مرارا أن أتصالح معها أن أرضى بها أن أتقبل أنها منك أنت الذي لا تكتب إلا الخير لعبادك إلهي كنت أتحايل على أوجاعي دائما وأتصنع الصبر الجميل وأنا جدا صاخطة على كل ما يدور حولي على كل الحروب التي التهمت ربيع الأطفال وصرقت الأحلام ومزقت أمان الأوطان ودمرت الإنسانية المتبقية فينا وأخمدت معاني الحب بيننا كبشر بشراسة مخيفة كنت أسكن آلامي بكل الطرق الممكنة واللا ممكنة وأكتب كثيرا عن الماضي الدافئ والواقع المخيف والمستقبل الضبابي كنت أعتقد أنني صالحة نوعا ما وربما قليلا وأنني يوما ما سعود إلى فترة البريئة سأصه من ظلمات نفسي وسأرجع إليك دوما وحتما إلهي كلما غزى الخوف أرجاء أعماقي وتكاسرت السقوب في قلبي كنت أقبل عليك بلهفة ذلك أن الإنسان ربما لن يتأدب بالطريقة السهلة يحتاج الدروس القاسية لكي لا يكرر خطاياه لكي يدرك فعلا غاية وجوده في هذه الحياة لكي يعني يعي أنه لا يمتلك الوقت وأن كل لحظة تنضي لن تعود إلهي لا أخشى الموت حقا لكن أكثر ما أخشاه هو الزنوب بأي ويش سألقاك وأنا الغارقة في بحر أسود الأوزار أكثر ما يخيفني القبر كيف سأبقى وحيدة هناك كيف سأنجو من كل ذلك يا رب السلام سامحني دوما واغفر لي جهلي وغفلتي وقلة صبري ولا تتركني لنفسي أبدا وأنقذني من الضياع فليس لي رب سواك وكل عجز يتكوك أو على رحمتك ينادي عفوك أردني إليك ردا لطيفا وأفد على روحي السلام وأنزل عليها سكينتك لتخشع جوارحي كلها لك هي فينا نعتبرها مناجات كمان مناجات نوع من أنواع الأدب الصوفي يلي انتشر واشتهر فيه الصوفيين نحن نتشكر حضورك لليوم ونتمنى لك إصدار جديد بهذا المجال نشكر حضورك لليوم وكل عامتي وألف خير وأنتو ألف خير شكراً كتير على الإصدافة كل عام وأنتو خير ونمتع كريمة عليكم وعليكم يا رب